اشتركوا في القناة اخذ الطابع الرعد ان شاء الله بداية من يوم الجمعة 26 من شهر افريل 2024 متابعينا الكرام قبل هذا نرحب بكم مرة اخرى لمن سأل عني شكر موصول له لكل المتابعين الاوفياء للقناة متابعينا الكرام ان شاء الله سنكون معكم طيلة الايام المقبلة وجديد حالة الطقس متابعينا الكرام بداية من يوم الجمعة صباح ان الامطار ستكون حاضرة على مناطق شمال الصحراء والواحات والمناطق الوسطى الغربي الداخلية الوسطى ان شاء الله البداية بالمناطق الداخلية مناطق صيف برج بورا ريج شمال بورا بالاضافة الى مناطق لمسيلة بالاضافة الى ولاية الجلفة مناطق شرق تيارت ايضا مناطق لمسيلة وبسعادة كما قلنا مناطق بسكرا والدلال باتنا خنشلا تبسة بالاضافة الى شمال شرق ولاية وادي سوف هذه المناطق ستشهد امطار خلال فترة صباحية اليوم الجمعة بعد ظهيرة يوم الجمعة ان شاء الله الامطار متابعين الكرام ستصل بعض المناطق الشرقية يعني الشمالية بالاضافة الى بعض المناطق الشرقية الداخلية ستصل مناطق تبسة بالاضافة الى مناطق سقهراس وقال ما ستشهد بعض الامطار يعني الخفيفة بالاضافة الى بعض الغيوم الكثيفة ستميز هذه المناطق طيلة الفترة المسائية بالاضافة الى بعض الامطار خلال الفترة ايضا المسائية ستشمل مناطق طار فقصة شرق الجزائري الرياح ستهب على شمال الصحراء والواحات المناطق وسط الصحراء المناطق الجنوبية الغربية سرعت هذه الرياح قد تتجاوز تقريباً 45 إلى 50 كم في الساعة أيضاً بعض الرياح على السواحة الغربية والوسطى خلال الفترة المسائية اليوم الجمعة متابعنا كرام إن شاء الله غيث نافع لكل هذه المناطق الجزائرية تحية طيبة للجميع هذا والله أعلى وعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته